وضوع قطع الأراضي الفضاء طب دي هيسبت ملكيتها ازاي يعني حط يده على الأرض دي بقاله عشر اه خمسة عشر سنة عشان انا فهمت 15 سنة او يزيد طب هيسبت ملكيته او حياسته لهذه الأرض بوضع اليد ازاي وهي مفيش عليها ولا كهرباء ولا مية ولا كذا بس لها طريق تاني وهو ربطها في العوايد والضرائب العقارية في الضرائب العقارية بتربط جميع الأراضي الفضاء يعني لو كان بيتفعلها ضريبة عقارية او العوايد زمان العوايد العوايد اللي هي مصطحة الضرائب العقارية بتنزل بتعمل نزول على الطبيعة لجميع الأراضي بالتحري وبالبلاغ وبيتم ربط قطعة الأرض الفضاء ربطا ضريبة اينا يبقى هو ساعدتك هو حائز بيجيب كشفة رسمية من الضرائب العقارية بحياسته لهذا العقار الحيازة ويضا انطبق عليه القوانين تاني حاجة فيه اخطر ما هو في ذلك بقى ودي الضمانة الأساسية لنقل الملكية عن طريق المادة عشرة مقرر وهي انا ما بكتفيش باللي بقدمهولي صاحب الشأن لا ده انا بنزل للطبيعة وبعمل محظر واضع يطلب في المكان واسأل شهود واسأل مجورين واسأل حارس وانشر في جريدة وانشر في الجرايط يعني بعمل نشرة يبقى عندي نشرة عندي وسائل تأمين وضوابط كافية بذاتها لتأمين الملكية العقارية طيب ده يبقى في في إطار السبعة وثلاثين يوم ولا ساعتها هتزيلت في إطار السبعة وثلاثين يوم كل ده في إطار السبعة وثلاثين يوم كل ده في إطار السبعة وثلاثين يوم وإذا ما بدأت في الساعة في بداية الحوار قلت إيه؟ لدينا عشوائية تم القضاء عليها على فكرة العشوائية في القوانين مش في قانون شرقلة بس كانت في قوانين كثيرة دلوقتي بتشوف كل القوانين بتتعدل في الجامل القوانون بتتعدل في كل الجهات قوانونها بتتعدل وبترتقي لمرتبة العهد الجديد احنا بنسميه العهد الجديد جدا طيب